موسيقى مساء الخير مشاهدين إخبارية السورية أينما كنتم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الرياضي وانجول راحبوا معي بضيف حلقتنا لهذا المساء الإعلامي يونس المصري مساء الخير كابتن مساء الخير أنس مساء الخير لمتابعي شاشتنا الغالي على قلوبنا الشاشة الأخبارية اشتعنا لك كابتن يونس أطلالتك هالفترة قليلة أكيد يعني التزاماتنا بشغلنا وبالنادي الوحدة والدوري فإن شاء الله نحن ستكون فيما المراحلة القادمة نكون متواجدين باستمرارنا أطلالتك معافي طبعا نادي الوحدة المرحلة المقبلة حديث كثير عن نادي الوحدة حسام السيد لن يكمل المرحلة مزبوط الكلام بالتأكيد نحنا مثل ما عرفنا نبارح نحنا خلال مباريات الدوري وبعد انتهاء مباراة المجد والوحدة أعلن الكابتن حسام السيد عن اعتزاره عن اكمال مهمته بتدريب فريق رجال الوحدة لهذا الموسم هذا الأمر ما هو كان مفاجئ بالنسبة أنك متابعين لفريق الوحدة لأن نحن نعرف بعض الحيثيات التي سنذكرها من خلال سياق الحلقة أكبر المستفيدين بعد نهاية المرحلة الخمسة وعشرين من الدوري السوري هو المتصدر فريق الجيش فريق الجيش فاز ع طليعة واحد صفر تعادل الاتحاد تعادل تشرين وتعادل الوحدة وبالتالي كل الطرق مفتوحة لفريق الجيش لإحراز لقب الدوري السوري أكيد فريق الجيش هو ع بيخدم نفسه وفرق الأخرى هي ع بيخدمه أيضا يعني من خلال النتائج ومن خلال التعادلات التي شاهدناها نحن إن كان لفرق المباشرة المنافسة لفريق الجيش فريق تشرين وفريق الاتحاد وفريق الوحدة أيضا لازم نحن لا نبحث عن فريق الجيش لهو ع بيحقق نتائج إيجابية وحق الانتصارات وبالتالي جميع الظروف ع بيخدم فريق الجيش نحو إحراز لقب إذا نرى نتائج الدوري السوري المرحلة 25 الجيش ربح الطليعة 1-0 هذه المباراة التي أدم فيها فريق الجيش كالعادة المستوى الذي يطلع بالفوز والحصول على ثلاث نقاط دائما بصراحة شديدة فريق الجيش يعرف كيف يتعامل مع الدوري دورينا دوري نقاط دورينا أنت لا يهتم بموضوع الأداء وجمالية الأداء نحن نشاهد بعض الفرق تقدم مستويات وأداء ممتاز بأرض الملعب ولكن النتائج لا تكون ملبية فريق الجيش يتعد عن موضوع الأداء يتعد عن موضوع جمالية اللعب يحقق النتائج الإيجابية التي هي الانتصارات وأنا برأيي أن هذا المطلوب بالدورينا دورينا ما دورينا نحن دوري مستويات فرنية وهذا الأمر يحقق معادلته بنجاح هو فريق الجيش الذي من خلال نتائجه الأخيرة استطاع أن يستغل كبوات الفرق المنافسة له وهو يحقق الانتصارات أستاذ يونس لافت بموضوع فريق الجيش استغناءه عن أثنين أفضل لاعبينه محمد دحمدكو وسامير بلال كابتن فريق وحافظ فريق الجيش على نفس الرتم يعني ما تأثر فريق الجيش بغياب أهم لعبين يمكن كانوا خلال الموسم كما نلاحظ أناس يعني مسيرة فريق الجيش وتاريخ فريق الجيش يعدمت على موضوع الانضباط والحالة الانضباطية داخل الفريق ودائماً ما نشاهد فريق الجيش نحن في حالة لا استقرار داخل الفريق وشعر المسؤولين عن فريق الجيش أن هناك في حالة خلال داخل الفريق يعني كان هناك صدمة صدمة إيجابية بعملية الاستغناء عن الحمدكو وعن سامير بلال الحيثيات كلها يعني نحن مو بين إيدينا بمسألة سبب الاستغناء بشكل مباشر عن الحمدكو وعن سامير بلال ولكن نحن لاحظنا أنه ما كان فيه تأثير سلبي على أداء الفريق هذا الشي كابتن سبب المدربين محمد خلف وأحمد عزام أم توليفة الفريق يلي ما بتأثر بغياب اللاعبين بصراحة شديدة فريق الجيش هو فريق مثل ما ذكرت لك منضبط يعتمد على سياسة واضحة إدارة النادي إدارة النادي سياسة واضحة من خلال بناء فريق منضبط في أرض الملعب كمان لم ننسى جهود نحن الكابتن محمد خلف وجهود الكابتن أحمد عزام بتعديل مسار الفريق في الآونة الأخيرة وتحقيق النقاط المطلوبة من أجل استمرار الصدارة بالإضافة إلى وجود مجموعة لاعبين جيدين نحن لا ننكر كمان جهد اللاعبين اللي يعدوه في أرض الملعب دائما فريق الجيش كان ينتقد استاذنا الكريم أنه دائما يربح واحد صفر اثنين واحد بفارق هدف لكن بمباراته مع فريق الاتحاد يعني كسر كل التوقعات وربح ثلاثة صفر وقدم كرة جميلة ويعني رد بيها على كل المشككين بأداؤه بشكل عام أنا سنلاحظ نحن الدوري نتائج وما في نتائج كبيرة إذا الله حظنا نحن نرجع لنتائج الفرق كله ما في نتائج كبيرة باستثناء إن كان مبارات الاتحاد والجيش كان فوز الجيش بسلسة أهداف أيضا مبارات الوحدة وحطين إذا نتذكر كمان كان في ست أهداف في فريق الوحدة أما ما تبقى مباريات كلها بتكون نتائج بين واحد صفر واحد واحد اثنين واحد ما في نتائج كبيرة في مبارات الجيش والاتحاد تحديدا كانت أنا بالنسبة هي استثنائية بصراحة يعني فريق الاتحاد ما كانوا بيومه فريق الجيش كان بأفضل أيامه في مبارات الاتحاد والجيش وازالك استحق الانتصار أستاذ يونس فريق الجيش بشكل مباشر وبشكل كبير فينا نقول أنه بطريقه أكيد بنتيجة نتائج المباريات السابقة وبالإضافة إلى المواجهات القادمة الخمس أسابيع القادمة أكيد فريق الجيش هو الأقراب بـ 58 نقطة مبتعد بفارق خمس نقاط عن فريق تشرين الذي هو الوصيف حظوظه هو الأوفر مبارياته القادمة ما رح تكون بقوة مواجهات فريق تشرين والاتحاد وبالتالي حظوظه الأوفر مثل ما ذكرت إلى بطولة الدورة صاحب المركز الثاني فريق تشرين أضاع نقطتين في مواجهة فريق الشرطة فريق تشرين ما يستغل هذه المباريات أستاذ يونس تعادل بهذه المباريات خسر نقطتين هذا الشيء يمكن يقلل من حظوظه في إحراز لقب الدوري أو نجمة الثالثة اختلفت كثير بداية تشرين عن الأسابيع الأخيرة لما قدمه فريق تشرين لاحظنا كان فيه انطلاقة كثير مهمة لفريق تشرين في بداية الدوري الكابتن عمار رشمالي له بصماته الواضحة على أداء فريق تشرين في انضباط في أرض الملعب فيه نتائج كانت إيجابية بشكل كبير في مرحلة الزهاب في مرحلة القياب تعرض لبعض الهزات وخاصة مسألة التعادلات اللي هزت فريق تشرين وهزت فريق الوحدة أيضا مسألة التعادلات يعني أنت تخسر مباراة وتربح مباراة أفضل أنك تعادل مباراة فبالتالي نزيف النوقات من خلال التعادل أثر على أيضا مواجهة فريق الشرطة فريق الشرطة ليس فريق سهل الكابتن أنور عبد القادر بعد استلامه لفريق الشرطة يقدم أيضا مستويات جيدة لم يكن سهلا فريق الشرطة مو بس فريق الشرطة جميع الفرق ليست سهلة حتى نحن ننظر لجدول الترتيب يعني اللي بالترتيب بالأخير إن كان الحرية أو الجزيرة أو الواسبة قادر على إزعاج الفرق المقدمة باستمرار فما بالك فريق الشرطة اللي هو فريق كمان يستحق الاحترام وقادر على إزعاج الفرق المقدمة إن كان فريق الاتحاد أو التشرين أو الوحدة أستاذ يونيس فريق التشرين لماذا يضيع هذه النقاط برأيك ما السبب الرئيسي لا يحافظ على الرتم بصراحة شديدة فريق التشرين بالبداية كان بحاجة إلى نفس أطوال يعني الدوري بحاجة إلى نفس طويل في البداية كان يمتلك القوة يمتلك الإمكانيات أنه يهاجم الفرق الأخرى وضغط الجمهور انكشف أداء فريق التشرين في المراحل الأخيرة فصارت لأنني تعرف كيف تواجه فريق التشرين بشكل صحيح إن كان بالحالة الدفاعية أو بالحالة الرجومية الأوراق المهمة لفريق التشرين واضحة يعني ما عنده خيارات كثيرة يعني الكابتن عمار الشماري نحن دائما نشاهد باسر مصطفى اللي يسجل محمد باش بيوك هو مفتاح اللعب بعض اللاعبين اللي يكونوا دائما مرمور أيضا مرمور أيضا أيضا كمان هو من اللاعبين مميزين فبالتالي انكشفت أوراق فريق التشرين أمام الفرق الأخرى وهذا الأمر ما ساعد الكابتن عمار الشمالي على أنه يفاجئ الفرق الأخرى ضغط الجمهور ضغط رهيب من جمهور تشرين يطالبون الفريق بالنجمة الثالثة طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ضغط رهيب من محبي وعشاق الفريق أنا بصراحة شديدة أنا كتير مبسوط بجمهور تشرين يعني يعني اللي يعني أدمع المدرجات التواجد الكسيف هذا أكيد يعني بالنسبة لأننا كمتابعين بيخلش قلوبنا أناس يعني أنت عم تشوف جمهور تشرين مثل الجماهير الأوروبية بصراحة شديدة هو عامل ضغط لازم يكون ضغط إيجابي على فريقه ما لازم نحنا فريق مثل فريق تشرين صلوا فترة بعيدة على المنافسة صلوا سنوات طويلة يعني نحنا ما عم نشوف فريق تشرين في المقدمة هاي السنة انطلق فريقون أصبح في المقدمة عم ينافس لازم نكون نحنا كجمهور تشرين عامل إيجابي لهم أيضا فريق الاتحاد أضاع نقطتين هامتين في مواجهة طبعا فريق حطين وتعادل بهدف مقابل هدف شو عم يصير مع فريق الاتحاد فريق الاتحاد دائما جمهور الحلبي يطالب هذا الفريق بتقديم مستويات ونتائج عم نشوف فريق الاتحاد مثل فريق تشرين من الفريق الوحدة عم يضيع بالصراحة شديدة فريق الاتحاد فريق نجوم نحنا نشاهد فريق الاتحاد عنده فريقين بصراحة يعني عند الدكة موجود أكتر من حواري 8 لعبين أو 9 لعبين بنفس المستوى الموجودين بأرض الملعب الأساسيين المهمة هي ثقيلة على المدرب الفريق اللي هو الكابتن محمد عقيل اللي بيخوض أول تجربة إليه كمدرب أول لفريق كبير هو فريق الاتحاد فريق الاتحاد كونه هو فريق نجوم وفريق يعني طامح للبطول دائما الفرق اللي بتواجهه هي عند الطموح أنه هي تحقق نتيجة إيجابية معه وتعمل معه نتيجة تتسجل للفريق الأضعف اللي بالنسبة هو في أرض الملعب وبصراحة بصراحة أستاذ يونيس هل يستحق محمد عقيل أن يستلم دفة فريق الاتحاد هلأ أنا مع أعطاء فرصة لجميع المدربين الشباب يعني نحن لازم ما نحن 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 بقالب واحد من المدربين إنه هذا إنه المجموعة المدربين اللي كانت عم تشتغل بدوري المحترفين نحن قبل 2011 حفظناها بصراحة جديدة الأسماء يعني ما بدنا نذكر أسماء هلأ ولكن هلأ صار فرصة إنه نحن نعطي فرص للمدربين الشباب وخليهم هنا يشتغلوا معي نحن شاهدنا نحن تجارب ناجحة يعني مع فريق الوحدة مع رأفات محمد مدرب شاب وكان تجربته ناجحة هلأ تامير رلوز مع فريق الكرامي كمان هو تجربة لحد الآن تقريبا ناجحة يعني خلي هالشباب هاي تاخد دوره فريق كبير مثل فريق الاتحاد هو صحيح أنه محمد عقيل وجه جديد كمدرب ولكن نحن لازم نصفر عليه ملا أنه أخو لوائل عقيل وطبعا وائل عقيل قال سؤل هذا السؤال لأنه محمد عقيل أخوك قال لا لأنه محمد عقيل يستحق أن يدرب فريق الاتحاد أنا والله أنا الكابتن محمد بعرفه عن قرب يعني وبعرف فكره وشاهدت يعني له بصمات على فريق الاتحاد نحن ما ننكر أبدا يعني اشتغل الكابتن محمد مع الفريق وقدم اللي عنده النهاية اللي عنده ممكن فريق الاتحاد بحاجة له مدرب كبير أكبر من محمد عقيل ممكن هذا لحتى يرتقي بفريق الاتحاد ممكن هي تجربة يعني لكابتن محمد عقيل مع فريق الاتحاد ممكن تكون إيجابية جدا بمسيرته استفاد كثير خلال المحل الماضي أكيد هو فريق الاتحاد هو اللي أضاف لمحمد عقيل أكثر مما أضاف محمد عقيل لفريق الاتحاد لأن فريق الاتحاد اسم كبير أي مدرب مو بس محمد عقيل أي مدرب يدرب فريق الاتحاد فريق الاتحاد هو اللي يضيف للمدرب بصراحة وأكبر من سنة ذلك تيتا يعني تيتا إجا كمدرب مغمور بصراحة مدرب روماني إجا مغمور على فريق اتحاد عمل إنجاز فريق مع فريق اتحاد فالاتحاد للإضافة لتيتا وليس تيتا للإضافة للاتحاد جمهور الاتحاد جمهور ضاغط جدا على اللاعبين عم نشوف هجوم حاد من قبل جمهور على المهاجم رأفة مهتدي المهاجم الذي مثل منتخب سوريا للرجال شفناه طبعا المنتخب السوري الأولمبي يعني يسجل هدف بالبطولة الأخيرة يعني فرأفة مهتدي من اللاعبين المميزين والمستقبل ليش كل هالهجوم على هذا اللاعب نحن المشكلة فينا متسرعين في بعض الأحيان على الحكم على اللاعب وخاصة إذا كان نجم صغير وعننا لعبين مجموعة لعبين صغار السن نحن عندهم مستقبل كتير كبير بحاجة إلى رعاية نفسية ورعاية شكل صحيح لتتعامل مع هالأشخاص رأفة مهتدي من اللاعبين صغار السن اللي وجدوا نفسه مباشرة تحت بقعة ضوء قوية يعني نجومية كبيرة من خلال مشاركته مع منتخب الرجال أول بعدين مع منتخب الأولمبي هذا الأمر هو لازم يكون نحن نتعامل معه بطريقة صحيحة وخاصة اللي حوالين اللاعب اللي هو المدرب فريق الاتحاد إداريين فريق الاتحاد يجب أن يتعاملوا مع اللاعب بشكل صحيح بكثر جدا الكابتن رأفة مهتدي بما يكتب على وسائل التواصل مو بس رأفة أناس يعني جميع اللاعبين نحن لاحظنا عملية الضغط اللاعب الصير عبر الفيسبوك يعني مو مالسه لي أبدا يعني هذا الأمر ما كان فيما سبق يعني حاليا الفيسبوك هو له تأثير واضح من خلال الجماهيرية اللي إله من خلال الأعداد الكبير يتفتع على الفيسبوك وبتكتب فبالتالي اللاعب نحن لاعبنا دائما طيب كبتن شو الحل شو الحل بالنسبة لللاعب يعني يعني دمرت نفسية اللاعب من كتر ما حكت الناس بإضاءة الفرص لفريق اتحاد اللاعب عم ضيع كتير لاعب صغير ولاعب له مستقبل لاعب له إمكانيات بدنية رائعة جدا وهو أمل الكورة السورية وأمل مهاجمي سوريا في المستقبل المهمة الأولى هي للي حوالين اللاعب بشكل مباشر مثل ما ذكرت لك يعني المدرب والإداريين اللي حواليه هن لازم هن يكونوا قريبين عليه ويكونوا عاملين له حماية من موضوع الكلام الكتير وما يكتب عن اللاعب وهون أمر ما له سهل بصراحة يعني أنت لاعب عمرك 16 سنة عامل نجومية الناس عب تكتب عليك على الفيسبوك مطالب أنت أن تكون تحمل فريق كبير لهو فريق الاتحاد فهذا الأمر بحاجة إلى عمل نفسي كبير العامل النفسي بده طبيب نفسي أو بده مرافق نفسي مع الفريق هذا الشيء مو موجود ما هو مشكلتنا نحن أنه نمدربنا هالأيام هو بيشتغل طبيب للفريق وبيشتغل معد بدني وبيشتغل لك أحيانا بيشتغل بمسؤول تجهيزات وهذا الأمر نحن هذا ملف آخر طبعا من فريق الاتحاد إلى فريق الوحدة طبعا من بدأ نسأل عن فريق الوحدة أكتر من يونس المصري فريق الوحدة بهذه المرحلة يقدم كرة جميلة لكن يضيع نقاط فقد إلى حد كبير لقب الدوري في نقول هذا الموسم حسام السيد سيترك فريق الوحدة بالمرحلة المقبلة مرحلة حاسمة لفريق الوحدة طبعا مباراته بكأس الاتحاد الآسوي تعادل بالدقائق الأخيرة مع فريق المحافظة أحكينا عن أجواء المبارات بالتأكيد فريق الوحدة فريق الوحدة مثل ما ذكرت فريق كبير دائما مطالب بالبطولات فريق بضم عناصر إلى خبرة وإلى باع طويل على مستوى المنتخبات الوطنية من بداية الموسم دائما فريق الوحدة هو أحد المرشحين الأوائل لأحراز بطولة الدوري فريق الوحدة هالموسم هذا نزف العديد من النقاط وخاصة بموضوع التعادلات مثل ما ذكرت أناسي فريق الوحدة وصل لمرحلة من الانسجام ووصل لمرحلة أنه يقدم كرة جميلة وممتعة أرض الملعب ولكن الحظ لم يحالفه في كثير مباريات من أجل تحقيق معادلة الأداء والنتيجة في بعض مباريات كان الأداء والنتيجة حاضر نستذكر مباراته مع الجيش الذي ربحوا فيههم في دمشق 1-0 استطاع أن يحقق معادلة الأداء والنتيجة في بعض مباريات كأس الجمهورية أيضا حقق معادلة الأداء والنتيجة أمام جبلة وأمام الوسم بس يضيع كثير فرص فريق الوحدة يعني يخلق العديد من الفرص مع أنه يملك مهاجمين على مستوى عالي لكن يعني معدل الفرص التي تصنع لفريق الوحدة من خلال إحصائية بين 7 إلى 10 فرص للتسجيل المباشر بالتأكيد هذا أساس المشكلة هو عامل التركيز العتب كابتن أنه فريق الوحدة من الفرق المستقرة يملك طبعا من الموضوع المادي يملك الكثير مقارنة من بقية فرق الدوري السوري ماديا يعني إذا لك تقارنه مع فريق المجد مع فريق المحافظة فريق الوحدة رقم واحد فينا نقول بفرق المشكلة إلى حد ما لماذا فريق الوحدة لا يقدم ما يطلبه الجمهور يا أخي جمهور الوحدة أكيد نحن ما بدنا نثني على جهود إدارة نادي وحدة وعا رأسها مدير الفريق اللي هو الأستاذ غياز دباس اللي ما بيبخل على الفريق أبدا من خلال دعمه المادي والدعمه المعنوي بالنهاية كرة قدم يعني فيها تعادل خسارة فوز الفريق مثل ما ذكرت لك كان عاب يخلق فراس الفريق ما عاب يحالفه الحظ والأهم من هالقصة هي أنا برجع موضوع التركيز تركيز اللاعب أمام مرمى عاب يكونوا ضعيف على الرغم أن وجود لعبين خبرة عندك أنت بنادي الوحدة في رجا رافع ماجد الحاج عبدالهادي شالحاء علي رمضان في جمهور الوحدة عب يخف على المدرجات كابتن يونس معد عم شوف جمهوره له أسبابه أولا فريق الوحدة من الفريق الألية اللا عب تلعب نهار الجمعة دائما عب تكون مبارياته بملعب الفيحاء وهو يعني ملعب الفيحاء غير محبب لجمهور فريق الوحدة بصراحة شديدة موضوع توقيت مباريات الساعة خمسة وقت بيكون حرارة شديدة في بعض الأحيان نقطة التلفزيونية يأثر على التواجد جمهور الوحدة في الملعب ولكن جمهور الوحدة هو حاضر وساند وداعم أساسي للفريق في المحل من هو الاسم الذي يطرح الآن بديل عن الكابتن حسام السيد؟ تابعنا عبر الفيسبوك الناس بدأت بعد ما اعتذر الكابتن حسام بدأت بطرح الأسماء حوالي عشر أسماء أنا ريت خلال مبارح لليوم إذا ظلنا إلى بكرة يصير عشرين اسم يعني كل واحد بده مدرب موضوع عند إدارة النادي أكيد إدارة النادي مصلحته ما رح تتوانى أبداً عن أن يشتغل مع الفريق في المرحلة القادمة ويقدم الكابتن حسام اعتذر مثل ما ذكرنا في بداية المرنامج عن متابعة المهمة في عديد من الأسماء ممكن مثل مين يعني اليونس المصري مين برشح؟ في أكثر من أسم موجودين على الطاولة على رأسهم الكابتن فجر إبراهيم ممكن الكابتن وليد الشريف ممكن الكابتن غسام معتوك كله ضمن إطار الممكن ولكن بالنهاية هو قرار إدارة النادي بالنسبة للمشاركة الفريق الوحدة بكأس الجمهورية أيضاً بكأس اتحاد الآسوي روزنا ما ممكن تكون ضاغطة لفريق الوحدة قبل المباراة الحاسمة أمتى مسافرين كابتن يونس؟ حالياً أمامه خمس مراحل من الدوري الممتاز بعد و بعدين في نصف نهاية كأس الجمهورية سيواجه فريق الاتحاد بنهاية هذا الشهر هذا بيكون انتهت مسابقات المحلية ما بين دوري وكأس الشهر أيلول هي مباراة أولى أمام القوة الجوية في بيروت يوم 12 الشهر 12 أيلول في 26 أيلول مباراة الإياب أمام القوة الجوية بقطر يعني نحن معنا فترة تقريباً شي شهر ونصف قبل المباراة الحاسمة أمام فريق القوة الجوية بنأمل نحن خلال هاليومين ثلاثة أن تكون أمور الفريق استقرت بشكل كامل من ناحية تسمية المدرب أو من ناحية تجديد عقود اللعبين الموجودين مع الفريق أو تعزيز صفوف الفريق بلعبين جداد طبعاً كل توفيق لفريق الوحدة مشاركته بكأس اتحاد الآسيوي طبعاً هو يمثل كل سوريا بهذه البطولة إن شاء الله يعيد البسمة والفرحة بلقب آسيوي توقعاتك فريق الوحدة قادر في ظل هذه كل التغيرات الموجودة مهمة ما لسهل أبداً أناس نشوف القوة الجوية نتابعه نحن حالياً هو متصدر الدوري العراقي عبدعم صفوفه بلاعبين من الآن عبدعم صفوفه فريق ما لقوي نحن واجهناه في الدور الأول بدوري المجموعات وكان نتيجة تعادل في الزهاب والإياب مهمة ليست سهلة أبداً على فريق الوحدة إذا المسؤولين عن الفريق خلال هاليومين أو ثلاثة يام القادمين استطاعوا أن يعيدوا الفريق إلى حالة الاستقرار فإن شاء الله ستكون حظوظنا إذا نرى كابتن بترتيب الدوري السوري الوثبة 13 فتوة 14 والحرية 18 والجزيرة في المركز 16 24 نقطة للوثبة 22 للفتوة 18 نقطة للحرية و 17 نقطة للجزيرة صراع أيضاً ما ليس سهل أبداً يعني إذا نشاهد نحن مؤخرة الترتيب الدوري المحترفين هو من السنوات طويلة ما صار عنا نحن وصلت لمرحلة 9 فرق مهددة بالهبوط هذا الأمر ذات من إسارة الدوري ومن قوة الدوري وهذا الأمر الذي أربعك من فرق المقدمة أناس أنت وقت يكون عندك فرق 9 فرق مهددة بالهبوط أكيد كل مبارياتها ستكون مع مواجهة هذا التقارب هو تطور في المستوى أو تراجع؟ أكيد أكيد تطور في المستوى نحن شاهدنا في السنوات الأربعة الماضية ما كان فيه مستوى بصراحة يعني كان دورينا محصور ما بين الجيش وما بين الوحي طبعا فريق الطين كان منطلق نحو المنافسة بشكل كتير منيح وكان يقدم مباريات كتير منيحة ولكن مثل ما ذكرت لك في حديثنا دوري بحاجة إلى نفس طويل نوعير الكرامة وثبة 27 25 24 صراع أيضا بين الفرق في وسط ترتيب بحزب نفسك أنه فرق مثل الكرامة نحن عبدا تصارع على الهبوط للدرجة الثانية فريق الوثبة أيضا الأمر هذا النقلة الإيجابية نحن لازم نحكي عليها من فريق المجد فريق المجد في مرحلة الإياب اللي حقق نتائج كتير إيجابية وآخر تعادله مع الوحدة كمان كانت كتير نتيجة مهمة إلو وجب كبتن هشام شربيني الآن مع فريق المجد كبتن هشام أضاف على الفريق وساعده على أنه يهرب بشكل كبير من موضوع قاعد ترتيب من دوري السوري لكرة القدم إلى منتخبنا الوطني للرجال أيمن الحكيم المدرب الوطني اختار 30 لاعب لمواجهة قطر وإيران أبرز الكلام وأبرز الحديث رجوع جهاد الحسين إلى منتخب سوريا أسامة أومري محمد مرمور من اللاعبين الشباب فيه كان نوع من السعادة والفرح الكبير لدى متابعين الكرة السورية بالأمس بكل تأكيد المنتخب هو هم الاهتمام بالنسبة لنا كمتابعين كأعلاميين كشارع رياضي منتخبنا مقبل على مباراة مصيرية أما منتخب قطر بـ 31 أب منتخبنا أنا بدي أطلق عليه لقب المنتخب المحترف بصراحة يعني بكل صراحة أنه منتخبنا أصبح يمتلك شخصية المنتخب المحترف من خلال إعداده نحن لعنا مباريتين وديات أمام ماليزيا وأمام منتخب العراق بـ 22 و 26 أبو مواجهة قطر موظم لعبيننا نحن لعبيننا محترفين في الخارج حالياً هنا يستعدون مع أنديتون ولعبوا مباريات ودية مع أنديتون وبالتالي يعني راح يجيوا جاهزين بدنياً للمعسكر المنتخب ومباريتين ماليزيا ومباراة قطر ومباراة العراق أيضاً وبالتالي مع عودة لعبين النجوم نحن كل اللياتنا كنا ننتظر عودة عمر السومة للمنتخب وأكد اللعب على أنه جاهز للمشاركة مع المنتخب الوطني المفاجأة كانت كما ذكرت أناس موضوع عودة جهاد الحسين موضوع عودة جهاد الحسين كتير راح تكون إضافة فنية بالنسبة للمنتخبنا لاحظنا نحن موضوع صانع الألعاب بمنتخبنا في ضعف عنا بالمباريات السابقة ودليل على ذلك نحن ما كان عنا صناعة فرص كتير يعني كانت في معظم المباريات كنا نشاهد نحن من فرصتين إلى ثلاث فرص فقط لا غير جهاد الحسين العامل نفسي ممكن يكون مؤثر أكثر بفريق منتخب سوريا لاعب قدم الكثير للمنتخب سوريا اللاعبين راح يكونوا بقمة العطاء بوجود جهاد الحسين ممكن حكينا تحت الهواء وحالينا عم تحكي أنه جهاد الحسين هو الإضافة ممكن تكون الكبيرة للمنتخب هو الرابط بين خط الوسط والمهاجمين هو اللي راح يعطي كرات ويمول المهاجمين صانع ألعاب صانع ألعاب طبعا نحن وخبرته كبيرة جهاد الحسين أكيد يعني في الأولي الأخيرة كان الإعلام كله مصلط على موضوع عودة عمر السومة عمر السومة نجم على مستوى آسيا مشاركته مع النادي الأهلي السعودي أهدافه الكثيرة يعني كله هذا الأمر كان ساهم بأنه إلقاء الضوء على عمر السومة عودة عمر السومة مع عودة جهاد الحسين تكتمل الحالة الهجومية للمنتخبنا نحنا ما عليش خلينا نكون واضحين نحنا الحالة الهجومية التي اطمئننا عليها ولكن في عنا حالة دفاعية بالمنتخب نحنا الخوف راح يكون بعد حالة دفاعية أحمد صالح راح يغيب طبعا استدعى الكابتن أيمن الحكيم بعض اللاعبين اللي يمكن يكونوا بدلاء على رأسهم هذه المصري مدافع فريق الوحدي هذا المصري قادر يعوض الكابتن أحمد الصالح بمستوى ما فريق الوحدي هل ما فينا نقول بنفس المستوى 100% أحمد الصالح أكيد هذا الأمر عامل إيجابي عامل إيجابي ولكن أحمد الصالح يمتلك الخبر أكتب من هذه المصري خلنا نكون منطقينا نعب العب بدوري الصيني مختلفين الكابتن أيمن الحكيم في وجود عمر السومة عمر خريبين جهاد الحسين فراس خطيب محمود مواس راح يوقع بحيرة بالخطة الهجومية وتعودنا على الكابتن أيمن الحكيم يلعب بخطة دفاعية ما راح نغفر له هالمرة الكابتن أيمن حكيم يعني إذا ما يلعب بخطة هجومية بوجود هاللاعبين اللي بين إيدي نحن ما راح نرضى صراحة نحن عم نمتلك ثلاث لعبين من أقوى اللاعبين مهاجمين على مستوى آسيا إن كان عمر السومة أو فراس خطيب أو عمر خريبين وبالتالي إذا أنت ما سفدت من الأوراق الرابحة اللي عندك أنت ففي مشكلة نحن عنا مثل ما قتلك عنا المشكلة بالحالة الدفاعية نأمل للكابتن أيمن حكيم أن يجد حلاً للمشكلة الدفاعية راح نواجه مهاجمين خطرين مع منتخب قطر أو منتخب إيران وبالتأكيد هو درسهم بشكل صحيح وإن شاء الله تكون حالتنا الدفاعية أفضل من حالة جميع مباراة منتخب مع كوريا هذه المباراة اللي قدم فيها منتخبنا المستوى لكن للأسف النتيجة لم تكن لصالحه فراس خطيب اللي لم يوفق بهذه المباراة اللي كان فيه طبعاً كرة أنقذها حارس كوريا وكرة في القائم هذه المباراة الصين اللي كانت مستوى مغاير هم يسألك هذا السؤال لماذا منتخب سوريا يظهر بمستوى غير ثابت بمباراة وتصفيات آسيا دائماً التزبزب بالخط البياني للمنطخب يعود إلى مزاجية اللاعب السوري للأسف نحنا لاعبنا دائماً نحنا تأثيرات المباشرة عليه بكل يوم ممكن يكون فيه تأثير معين يأثر على أداؤه ما عنا نحنا حالة انفعالية وحالة نفسية ثابتة وبالتالي نحنا ممكن اليوم يكون عنا خمس لاعبين ما لهم مرتاحين نفسياً منامين منيح مؤاكلين صح فبالتالي يحصل بصير كابتن هالكلام بصير بصير بمنتخب سوريا وتصفيات مونديال لاعب مينام أبن المباراة لاعبنا لاعب مزاجي أنا ما بتخلى عنها حتى لو وصل لمرهد الاحتراف العالية لاعبنا لاعب مزاجي ربما تليفون يعني يجيب الليل ممكن يخربط له موضوعه أبن المباراة ممكن ما يكون منيح الصباح هذا الشيء مو مسؤولية الجهاز الإداري للمنتخب مسؤولية طبس هو اللاعب يعني مو معقول الإداري يفوت يعني على غرفة اللاعب وقال له ينام اللاعب محترف لازم ستعرف أنت لازم إما تنام شو تاكل كيف تتحرك أنت قبل المباراة فهذا الأمور هاي الأمور يعني مباراة المنتخب القطري متل ما حكيت رح يكون في مباراتين وديتين مع ماليزيا ومع منتخب العراق قبل مباراة منتخب قطر منتخب قطر دائماً منشوفه بهذه التصفيات يقدم مستوى جيد عم نشوف مستوى كتير حلو من هذا الفريق لكن لا يحقق النتائج مباراة صعبة جداً لمنتخب سوريا مباراة نهائية يفين نقول لا بديل عن الثلاث نقاط بالنسبة للقطر هي مصيرية كما هي حالنا يعني منتخب قطر من يوم الخميس رح يدخل معسكر في إنجلترا رح يلعب ثلاث مباراة مباراةين مع أنديا إنجليزية ومباراة ثالثة مع منتخب أندروة وبالتالي هو بالنسبة له مدربه الجديد الإسباني هو لا مناص يعني الفوس في مباراتنا صحيح مدرب منتخب الأولمبي اتحاد القطري يسعى إلى أن يكون هذا المدرب استمرارية معه فبالتالي يعني منتخب القطري كما حالنا نحنا بالنسبة لأنه مباراة مصيرية لا هنا مصيرية وزيادة أكتر نحنا بالنسبة لأنه ممكن في عنا المباراة إيران ممكن نعوض فيها هنا لا هنا خسروا خارج الحسابات كاملة استدعاء المرمور لاعب شاب للمنتخب الأول سيكون حافز إيجابي لأله لا يثبت نفسه طبعاً إختار المدرب 30 لاعب سيتم انتقاء اللاعبين الـ 23 إلى اللي سيشاركوا بمورتين قطر وإيران قبل السفر إلى ماليزيا بمؤتمر صحفي حسب ما تحدث مدير المنتخب فادي الدباس يمكن ما يكونوا مع المنتخب لكن استدعاءهم هو حافز إيجابي لأله أكيد هنا من اللاعبين اللي برزوا مع المنتخب الأولمبي في التصفيات الأخيرة مع قطر وأبرزهم كان اللاعب مع محمود مرمور لاعب مميز عم نشاهده نحن مع فريق تشرين عم يقدم مباريات كتير كبيرة مع منتخب الأولمبي كان هو بالنسبة للمنتخب مثل ما يقولوا بيضة القبام في المنتخب يستحق أن يكون مع المنتخب الأول مجموعة اللاعبين الأولمبي اللي تواجدوا مع المنتخب هي كتير مهمة هذه المرحلة إيلون ستكون هي زخيرة بالنسبة إيلون لوقتي تحقوا مع المنتخب الأولمبي في النهائيات ستكون لديهم ثقة سيحتكوا مع اللاعبين كبار مع المنتخب الأول وبالتالي هي عملية ستواجد جهاده عمر السومة وفراس بلعبتين ماليزيا والعراق وديتين المباراة الأولى ما ستواجده عمر السومة وعمر الخريبين ما ستواجده بنفس التوقيت سيكون فينا نادي الأهلي ونادي الهلال مشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا وبالتالي ما سيكونوا بالوديات بالنسبة لجهاد تحديدا نحن بعد ما تم استدعاءه بالأمس استدعاء جهاد تم على أساس أنه اتحاد كل تقدم أرسل له دعوة لجهاد الحسين نحن له الآن ما معرفنا رد فعل جهاد أنا اللي بعرفه منذ فترة أنه جهاد الحسين أعلن اعتزاله اللعب الدولي صحيح ولكن نحن من خلال أكيد لازم يكون في تواصل مع جهاد من خلال اتحاد أكيد اتحاد الكرة ما سدعى جهاد الحسين لحد جهاد يرفض أكيد في تواصل نحن هذا اللي من أمله ما بدنا نحن نستبهل أحداث ونتفاجأ فيما بعد أنه لا جهاد الحسين ما حد حكى معه نأمل أن يكون هناك في تواصل مع جهاد الحسين ويكون أنه موضوع استدعاءه صحيح مية بالمية وأنه متواجدنا عن منتخب أستاذ يونس يعني عم نشوف الحب الكبير من الناس الجماهير السورية ناطرة هاي المباراة لهلأ لهلأ المنتخب طبعا والناس عم تحكي بالمنتخب أم تبني نشوف منتخبنا بكأس العالم فرصة تاريخية جدا لمنتخب سوريا من أفضل الفرص اللي مرت من عام 86 وقت نحن وصلنا للمباراة الأخيرة أمام منتخب العراق إلى الآن نحن وحده 30 سنة تقريبا هي الفرصة الثانية بتلاتين سنة أنه نحن نوصل لكأس العالم مباشرة عبر البطاقة الأولى والثانية عبر الملحق بصراحة ومن خلال مجموعة اللاعبين لم يمر على منتخب سوريا بتاريخ الكرة السورية مجموعة اللاعبين محترفين كما موجودة حاليا مع المنتخب الوطني هاي حالة إيجابية نحن وبساعد المدرب توقعتك ساز يونس منتخبنا قادر أكيد نحن عواطفنا وكل جوارحنا نحن مع المنتخب إن شاء الله يكون الفوز هو حليفنا ولكن هي مباراة صعبة مثل ما ذكرت لك يعني إن كان التعادل فهو ليس سيء حتى نحن ما نحط جمهور تعادل مع قطر مع قطر يعني ليس سيء بحيث أن تعقد الأمور في حال فاز أوزباكستان خلينا نكون منطقيين أناس ما بدي أنا الجمهور لماذا دائما نضع أمل منتخب سوريا بين أقدام منتخبات الفرق الأخرى لماذا نحن نربح لماذا يتأهل على كأس العالم لازم يربح قطر لازم يربح إيران ويتأهل على كأس العالم مئة بالمئة بس تكون تشتغل مثل المنتخبات اللي تتأهل على كأس العالم نحن ما لنا مشتغلين مثل ما لنا مشتغل إيران أو مشتغل اليابان أو مشتغل أستراليا لا ما لنا مشتغلين مثلهم نحن نحن معتمدين على مجموعة لعبيب محترفين الله وفقنا في بعض المباريات فبالتالي نتائج بعض الفرق الأخرى خدمتنا أيضا فبالتالي نحن ما بدنا كثير يعني نتجاوز أحلامنا لحتى ما ننصدم في النهاية أملنا كبير في مباراة فتر إن شاء الله بير محمد طيب اتحاد الكرة رفع شعار سوريا في روسيا 2018 طبق المعايير اللازمة لتأهول المنتخب بنحاسبه بعضها تنتهي التصفيات يعني هلأ نحن الأمال موجودة واتحاد كرة القدم حتى الآن تقريبا الأمور لا بأس يعني أمور ماشية بشكل جيدة إلى حد ما ممكن منتخبنا حظوظه موجودة بالتأهل لكأس العالم ممكن نحن جردة الحساب هاي بعدما تنتهي التصفيات شو قدم المنتخب شو قدم اتحاد كرة القدم لنجاح المنتخب أو لعدم تأهله هذا الأمر بعد نهاية تصفيات أكيد كنت توفيق لمنتخب سوري الأول المنتخب الأولمبي أيضا هو منتخب قدم كرة جميلة يمكن فيه حكي كتير عن الكابتن حسين طبعا عفش وتدريبه لهذا المنتخب رح يكفي ما رح يكفي منتخب الأولمبي تأهل إلى كأس آسيا الأولمبية في الصين المقبل طبعا في العام المقبل أو بداية العام بداية العام 2018 أكيد ستكون البطولة أصعب من التصفيات واللاعبين قدموا مستواجهات كيف شفت هذا التأهل؟ منتخب الأولمبي كان حديث الولادة بالنسبة أنه كما هو منتخب الشباب ومنتخب الناشئين كان فترة إعداده أصيرة جدا المباريات الاستعدادية كانت مهمة وجيدة هو أخذ أربع مباريات ودية ساعدت الكابتن حسين عفش على أنه يكون توليفه جيدة إلى حد ما من خلال منتخب الأولمبي وفي لقطات من مباراة سوريا وقطر مباراة التي انتهت للتعادل بين المنتخبين منتخبنا كيف شفتوا بهذه المباراة؟ هذه المباراة الأصعب بهذه المجموعة يعني لا يمكننا أن نقارن تركمانستان والهند بمنتخب قطر لا منتخبنا في المباراة الأخيرة أمام قطر كان يؤدي مباراة جيدة جدا لاحظنا أناس نحن المنتخب القطري خلال 90 دقيقة هي سنحة إلو فرصة واحدة ويجملنا الهدف اللي عم نشاهده حاليا من ركل حرة مباشرة في معدى ذلك في غرط الحارس كابتن أو الأصابق أكيد لا 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 صعوبتها بعدم وجود السد بشكل صحيح حائط الدفاع حائط الدفاعي جمهور السوري هو الأحلى بهذه التصفيات أين ما ذهبت هو جمهور السوري الأحلى بالخليج بصراحة يعني وما كان بالجارية السورية متواجدة ودائما تكون فعالة الهدف كان جميل جدا جدا منهجي ثلاث طابات جميل جدا لا رأفت هذه الحركة اللي حكينا عنها رفع سكت الجمهور من كتر ما أنه طبعا مضغوط مضغوط كان رأفت مضغوط كان مطالب أنه يحمل المنتخب العلمفي في هذه التصفيات واستطاع في نهاية المباراة في مباراة قطر أنه يسجل هدف جميل الأجمل كان هي العرضية مؤمن ناجي مؤمن ناجي عرضية كثير رائعة أكيد واستحق حاليا مؤمن أيضا من اللاعبين مدعوين المنتخب الأول كسبنا كثير نحن مجموعة لعبين مهمين للمستقبل للكرة السورية محمود مرمور رأفت مهتدي مؤمن ناجي العديد من اللاعبين أحمد أشأر أيضا من اللاعبين اللي كان لهم وجود فعال في المنتخب الأولمبي محمد العنز اللاعب أحمد بصير من تمناب السلامي أيضا اللاعب حمزة حمزة محناية أيضا من اللاعبين حمزة محناية كمان إضافة فالمشاركة هي بعيداً عن الموضوع التأهل ولكن نحن كسبنا جيل جديد من اللاعبين ممكن نحن نستفيد منه صحيح، الكبتن حسين عفاش ما جاوبتني على السؤالي رح يكفي مع منتخب الأولومبي زكر مباشرةً بعض البطولة أنه هو ما رح يستمر عنده سلسلة تدريبية البروفيشنال ولكن أنا أتوقع أنه لا، إتحاد كل التقدم ما بيستغني عنه ممكن يستعين فيه بالنهائيات لأننا حالياً مبعدة أبداً نهائيات، يعني أربعة شهر ما عندنا وقت نحن نغير مدرب أو أيضاً كان في حافز كبير اللاعبي المنتخب الأولومبي الكل يريد الاحتراف خارج سوريا شفنا اللاعبين يعني يعطوا أدباً صحيح يعطوا مئة بالمئة مستوى بالمباريات، يريدون أن يحترفوا براء دور السور أي مشاركة خارجية إن كان لمنتخب أو نادي هي عبارة عن سوء سوء لللاعبين بصراحة وهذا حق اللاعب يعني نحن لعبنا نحن عمره المهني أصير جداً إذا ما طلع لضرة واحتراف فما رح يقدر هون ما رح يقدر يكون نفسه فبالتالي رح يوجد نفسه ومستقبله من خلال الاحتراف خارجياً وأنا بعرف أنه كثير من العروض إجت على العبيل للمنتخب الأولومبي ولكن نحن بنأمل أول شيء لعبنا يقدم للمنتخب بعدين يفكر بموضوع الاحتراف لأن من خلال تأديتك للمنتخب ونجوميتك مع المنتخب رح يرتفع سعرات ويأتيك عروض يعني لعبنا يدرس عرض جاي من الإمارات أو من قطر ولا لعبنا خطوراً بوافق لا 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 ما وصلنا لها الزهنية وما وصلنا لها الاحترافية هذا نحن للأسف يعني لعبنا نحن ثقافته الكروية ضعيفة ممكن أي عرض ولو ضعف أو ضعفين عن العرض الداخلي يقبل فيه اللاعب وهو لو صبر شوي ممكن يجي عشر أضعاف طبعاً نحن نعرف على الصعيد العالمي في مدراء أعمال شهيرين للاعبين العالميين على رأسهم رايولا لإيطاليا اللي هو طبعاً مدير أعمال كثير من اللاعبين مثل زاتان إبراهيم موفيتش بسوريا مين الناس لا تعرف لا 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 أبداً نحن نستعين بصراحة نحن 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 نستعين بمدراء أعمال نحن من الأردن والعراق ما رح يذكر أسماؤهم ولكن نحن 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 إلى فريق الهلال السعودي موضوع أثار ضجة فريق الوحدة طبعا له حصة. هاي الحصة سيأخذ فريق الوحدة؟ حاليا إدارة نادي الوحدة عبر الأستاذ أحمد خوتراش وكلت محامي بسويسرا لمتابعة القضية. رفع نادي الوحدة قضية على موضوع نادي الزفرة ونادي الهلال واللاعب عمر الخريبي من أجل تحصيل حقوق فريق نادي الوحدة. والأمر ساري بشكل رسمي. والمحاميين طمأنوا إدارة نادي الوحدة إن شاء الله يعني أن الحقوق نادي الوحدة رح يستردها من خلال عقد التنازل اللي صار بها بين الزفرة ونادي الهلال. العقود سليمة بانتقال عمر الخريبي. ما فيه أي شائك بالموضوع ما بين الوحدة والزفرة أكيد ما فيه. لا أبدا أبدا بس ما بين الزفرة وما بين نادي الهلال وعمر الخريبي صار فيه عملية استغلال صغرة صغرة. هي الصغرة هي مو صحيحة أبدا عبر ما ذكرنا يعني من المحامين موجودين بسويسرا نأمل أنه نحن المحامين اللي وكلوا إن إدارة نادي الوحدة يستحص للمستحقات. منتخب الشباب اليوم أقام معسكر الجديد طبعا ليستعدادا التصفيات كأس آسيا. شو رأي بهذا المنتخب برعفة طبعا اللي هو مدرب فريق الوحدة كان والآن مدرب فريق أو منتخب الشباب. مجموعة أيضا في راسم عسعيس. مجموعة من المدربين يملكون لعبين جيدين أيضا فريق الشباب. منتخب الشباب ما رح تكون المهمته سهلة أبدا أناس مجموعتنا كتير قوية رح تكون بإيران إيران والأردن وفلسطين. منتخبنا نحن عمره أصير جدا رح يكون ثلاثة شهر فقط فترة الإعداد بالتالي ما رح هي فترة إعداد مميزة بالنسبة لمنتخب الشباب معظم اللاعبين لم يشاركوا فيما سبق مع منتخب ناشئين أو منتخب أشبال. وبالتالي رح تكون مهمة مضاعفة على الكفل الرأفات وجهاز الفني من أجل تكويب منتخب قادر على المنافسة والوصد النهاية. الوقت مرة سريعا معك الأستاذ والإعلام يونس المصري. شكرا لكل معلوماتك وتحليلاتك القيمة لبرنامج وانقول. شكرا إليك أناس وإن شاء الله نقدمنا المعلومة الصحيحة والوافية لجمهورنا الغالي. شكرا كابتن. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم الأسبوع القادم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة